كان يا مكان بقديم الزمان وسالف العصر والأوان كان في نوع حلو عمره أكتر من 200 سنة اخترعته ستات مدينة فاس بالمغرب وصار إلو مع مرور الزمن شهرة واسعة وصلت لجميع المدون المغربية ومنها انتقلت لباقي بلاد المغرب العربي هالحلو عبارة عن عجين رقيقة محشية باللوزة المطحون وماء الزهر لهيك بتصنف هيدا النوع من الحلو من الحلويات الغالية أما شكله فبيشبه القوس أو الهلال بس رواية بتقوله انه هيدا الاسم اجر من الشبه يلي بين هيدا الحلو واجر الغزال كرمال هايك اطلقوا عليه اسم كعب الغزال ومع مرور سنين صار لهيدا الحلو مكانة خاصة بين الحلويات المغربية يلي صارت تتصدر معظم أنواع الحلويات وكمان صارت زينة الحلويات يلي بتتقدم بالأفراح والمناسبات الدينية والاجتماعية واعترافا بايمتها ومكانتها أطلق عليها الشاعر المغربي سعد سرحان لقب تاج الحلويات انتو شو الحلو اللي بتعتبروه تاج الحلويات لا يدخل اسمكم بالسحب على 100 دولار كاش يوميا عملوا شير للفيديو تاج بالكومنت لثلاثة من أصحابكن لايك وكومنت لإخير ثلاث بوستات وأكيد تفولو لحسابنا وحساب السبونسور جينا فوت بروتكت المورد الأول لمنتجات الشرق الأوسط في كندا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر